بيان ناري من وزير الرأي المصري يؤكد ضرورة التصدي الفوري والحاسم لكافة أشكال التعديات على النيل وتعليق ناري من الأردن على سد النهضة وإثيوبيا بنشر لحضركم التفاصيل وعاجل مجلس أشهيوخ يفاوض الجيش المصري للتعامل مع سد النهضة وعاجل ننشر لحضركم خمس سيناريوهات لوقف الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي وأهم جدا الرئاسة المصرية تكشف عن مرض أصاب دلال عبدالعزيز منعها من مغادرة المستشفى في البداية حابين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في قناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين نبدأ بتفاصيل أول خبر معنا تعليق ناري من الأردن على سد النهضة وإثيوبيا وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القوم العربي وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما الخارجية الأردنية شديدت في بيان صادر صدر عنها على أهمية التوصل لحل تفاوضي لما سألت سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل مؤكدة على ضرورة عدم قيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد دون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي وبينت أن الجهود المكثفة التي تبذلها كل من مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكون في تعاون في المنطقة المصدر معنا كان من RT يعني حابب أقول لحضراتكم الناس المحترمين جدا هتلاقيهم السعوديين والناس المحترمين جدا هتلاقيهم الأردنيين والعراقيين وباقي الدول العربية ولكن دول أكتر ناس وقفوا معنا في موضوع سد النهضة ربنا يحفظهم إن شاء الله ويحفظ شعب مصر الكريم لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو يحب أفكر حضرتك ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو عشان يجي لكل جديد ونكمل تفاصيل الأخبار مع بعض ننتقل مع بعض الخبر آخر عاجل مجلس الشيوخ يفوض الجيش المصري للتعامل مع سد النهضة طالب عضو مجلس الشيوخ المصري النائب مصطفى الكحيلي بتفويد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم في أزمة سد النهضة وقال الكحيلي في بيان له إن على جميع مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائل الأعلى لقوات المسلحة وتفويده شعبيا لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن ما يجرى في قضية سد النهضة تقديرا وثقة في الرئيس أوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر تشهد تحديات كثيرة أهمها تهديد مواردها المائية وحقوق شعبها التاريخية بشكل مباشر وهذا ما يتطلب تفويد القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم في حماية حقوق بلدنا والدفاع عن أمنها القومي نوه الكحيلي إلى أن إثيوبيا من حقها التنمية ولا أحد يعترض على هذا بل إن مصر تشجع التنمية في كل بلدان إفريقيا لكن هذا ليس على حساب حياة الشعب المصري قائلا حياة المصريين أهم من حق التنمية في إثيوبيا المصدر معنا كان من صدى البلد كذا تفويد من مجلس الشيوخ وأمس كان تفويد من مجلس النواب المصري يعني الأمر واضح وصريح وإحنا كلنا على ثقة كبيرة جدا بقيادة سياسية على إنهاء هذا الملف ويعني أنا على ثقة كبيرة بتعامل الرئيس السيسي مع ساد النهضة بطريقة يعني حكيمة وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر انتقل مع بعض الخبر آخر وبيان ناري من وزير الرئي المصري يؤكد ضرورة تصدي الفوري والحاسم لكافة أشكال التعديات على النيل أكد وزير الموارد المائية والرئي المصري محمد عبد العاطي ضرورة التصدي بشكل حاسم لأي تعديات محتملة على نهر النيل وموارده وضمان جهزية البنى التحتية المائية المصرية لمجابهة أي طار صرح عبد العاطي خلال اجتماع الدوري عقدته اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل بأن وزارة الموارد المائية والرئي تبذل جهود متواصلة ضمن إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة قطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا وأشار الوزير إلى أن لجنة الإيراد في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي موضحا أن ذلك يتيح لأجهزة الوزارة تعامل بدين ياميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولجميع المنتفعين وشدد عبد العاطي على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة في المحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارق وجاهزية كافة المحطات والخطوط الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ كما أشهر الوزير إلى ضرورة الاستمرار في رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها بالتنصيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية بهدف الحفاظ على المجار المائية وحماية أملاك الدولة على المجار المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيامة المنظومة المائية وتأتي هذه التصريحات على خلفية بروز التوترات حول المسائل المتعلقة بمياه النيل في ظل إعلان إثيوبيا عن إطلاقها من جانب واحد المرحلة الثانية من منء سد النهضة مصدر معنا كامل الأهرام اليوم السابع اليوم هو اجتماع مجلس الأمن إن شاء الله هتشوف إيه اللي يحصل النهاردة في مجلس الأمن إيه التطورات ومجلس الأمن هيتفق أو يعني سيتم الاتفاق بالإجماع على إيه ويعني إحنا منتظرين وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض لخبر آخر وعاجل ننشر لحضراتكم خمس سيناريوهات لوقف الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي وسائل الإعلام المصرية تحدثت عن وجود خمس سيناريوهات لوقف عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي تزامنا مع جلسة مجلس الأمن التي من المقرر أن توقد الخميس حول السد صحيفة المصر اليوم قالت أن السيناريو الأول يتمثل في اقتناع مجلس الأمن بالخطورة كبيرة التي يمثلها سد النهضة على مصر والسودان ومن ثم إصدار قرار يتبنى الرأي المصري والسوداني بإيقاف الملء الثاني لسد النهضة وعدم اتخاذ أي إجراءات وحدية للجانب الإثيوبي والعودة إلى طاولة المفاوضة برعاية الاتحاد الإفريقي ويتم ذلك بالحصول على تسع أصوات من أعضاء المجلس دون اتخاذ حق الفيتو إما السيناريو الثاني هو إلزام الجانب الإثيوبي بتنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل والتي كانت طرفا فيها منذ عام 1902 وهي الاتفاقيات التي تنص على كمية المياه التي تحصل عليها مصر والسودان والسيناريو الثالث تشكيل لجنة دولية للإشراف على سد النهضة الإثيوبي وتقييم مدى الضرر الواقع على مصر والسودان والسيناريو الرابع إصدار بيان صحفي يحمل معنى القرار المصري السوداني بشأن سد النهضة وكانت تونس ممثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن وازعت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي ويحظى بدعم مصر والسودان إما السيناريو الخامس إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة تجاه سد النهضة وتأثير على الأطراف السلاسة مصر والسودان وإثيوبيا يعني إيه السيناريو الخامس إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة؟ يعني إصدار بيان رئاسي أو أمر رئاسي بدار بسد النهضة ده السيناريو الخامس لسد النهضة وأنا أتوقع هذا السيناريو بثقة كبيرة جدا والنهاردة زي ما قلت لحضراتكم من المجلس الأمن الدولي هيعقد النهاردة عشان يناقش مشكلة سد النهضة الديبلوماسية المصرية والسودانية كسفت التحركات خلال الأيام القليلة الماضية لكسب دعم الدولي الأعضاء بالمجلس في أزمة سد النهضة الإيسيوبي مع إصرار الجانب الإيسيوبي على اتخاذ الإجراءات الأحادية وإعلانه بدء عملية الملء الثاني للموسم الثاني على التوالي الخزان سد النهضة نصدر معنا كامل المصر اليوم وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل بإذن الله أنا مع السيناريو الخامس وهو إصدار أمر نافذ من الرئيس السيسي بيعني التعامل مع سد النهضة دي وجهة نظري أنا أتبنى السيناريو الخامس عاوز أعرف رأي حضراتكم يعني أنتم بتتبنوا أنهي سيناريو وكتبونا في التعليقات تحته وإحنا نقرأها مع حضراتكم وننتقل مع بعض الخبر آخر وهام جدا الرئاسة المصرية تكشف عن مرض أصاب دلال عبد العزيز منعها من مغادرة المستشفى كشف مستشار الرئيس السيسي للشؤون الصحية محمد عوى التاج الدين أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت في مرحلة متلازمة الوباء طويل الأمد وهي مرحلة ما بعد التعافي من الوباء وأضاف تاج الدين في تصريحات تلفزيونية أن دلال عبد العزيز تعاني من آثار ما بعد الوباء وهو مصطلح يأتي ما بعد الشفاء من الوباء ولكنه يعتبر من الحالات القليلة أو النادرات وكان تاج الدين قد أكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن ردا على سؤال مقدم البرامج حول نسبة تعافي المرضى المصابين بتليف الرئتين بعد إصابته بالوباء مثل الفنانة دلال عبد العزيز والإعلامي وائل الإبراشي قائلا إن نسبة قليلة من الحالات تصل من 10% ل15% هي التي تظل تعاني من بعض الأعراض بعد التعافي من الوباء التي تشمل وجود ألم في بعض مناطق الجسم وبذل مجهود أقل وصعوبة جزئية في التنفس واحتقان أو حدوث تليفات في الرئة وهذه التلفية قد تشفى سريعا في بعض الحالات وهناك حالات تحتاج إلى وقت طويل من أجل التعافي مرة أخرى مصدر معنا كامل وسائل إعلام مصرية ربنا رب يشفي فنانة دلال عبد العزيز في أسرع وقت ممكن فنانة كبيرة وعظيمة ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا وعاجل الداخلية تلاحق فتاة تيك توك جديدة مثيرة للجدل تقدم المحام المصري أشرف فرحات ببلاغي للنائب العام ضد فتاة تيك توك مكة حجازي لنشرها فيديوهات مباشرة تظهر فيها شبهة عالية وقال فرحات في بلاغه انتشر في الفترة الأخيرة فتاة تدعمك حجازي على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام ومواد الأدهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار السامي وسام المصري على وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك ويوتيوب بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها فجميعا نعلم أن الغرت من إعلان العقوبات هو تحقيق الرضع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم في حق المجتمع والرضع الخاص للمتهمة القائم بالفعل وتابع وتلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضا حيث تقوم ببس فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور حيث تقوم خلالها باستعراك جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها وهذا وأن قانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشوا مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الأدابة العامة ونوها بأنه المشكو في حقها تعمدت نشر تلك المقاطع لتثير الغرائز وتحرد على الفسق والفجور بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التي تحتوي عددا من الإيحاءات الجنسية ما يؤدي إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع ككل وذكر أنه يلتمس من عدلكم بعد الإطلاع على البلاغ ومحتوى الاستوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ سرعة الضبط وإحضار المشكو في حقها والتحقيق معها في الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة عن الواقعة محل البلاغ مصدر معنا كامل الشروق طبعا دي احنا شفنا مناظر كتير يعني على التيك توك تظهر لنا على السوشيال ميديا الحاجات يعني للأسف سيئة جدا ومحبطة ونتمنى من العادلة المصرية ومن الداخلية المصرية والأمن المعلومات إنه يقوم بضبط يعني المناظر اللي احنا منشوفها على السوشيال ميديا اللي طبعا بتأز يعنينا كلنا ويعني لازم إن احنا نحافظ على الأسرة وما ندخلش المناظر دي الأسرة بتاعتنا ربنا يحفظنا جميعا يا رب ويبعدنا عن أي شيء سيء أو أي شيء حرام إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد أنا خلصت معكم نشرة الأخبار البسيطة كان معكم إسلام الأمير وأبا نوب الخلفاء والمسؤول عن المنتاج تحية طيبة لي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته